أنا قريت مع التعديلات اللي تقدموا فيها الأخ والنوار قريت تعديل الأخ حمدان العازمي قريت من ضمن التعديلات بالمرة الأولى قريت نقرأ مرة ثانية يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الصحابة أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره مقدم الطلب حمدان سالم العازمي تعديل مقدم طقيقة واحدة تقديم التعديل أنك ما صوت على التعديل تفضل الله حمدان الأخ الرئيس نحن لما نطالب وتقول لنا ما يجوز اقرأ علينا المادة خلنا نسمع يمكن أننا قلطانين بش نقول لها ما يجوز وخلاص ما هو إحنا ولا عارفين المادة ما يصير يا الأخ الرئيس إحنا نقول هذا يفترض واجب على كل مشلم ومواطن كويتي إضافة الصحابة مطلوبة يا أخوان ما يصير اليوم نشجب إحنا قبل كم يوم نشجب بالسويد شيف الفرق الآن لا بدنا يا أخوان هذه لا بدنا أخذ هذه فرصة مو معنى أنا موافق على القانون حتى لو ما قرت أنا موافق ما هي عرقلة بس اليوم فرصة ما راح أتعوض هذه الفرصة مو باشر أي حدث خارجي باشر نشرب ونستنكر من نضحك عليه اليوم سب الصحابة كأننا نقبل أي مواطن يسب الصحابة وهذا واجب على كل مسلم مننا يرفضه شنون نقبل أي شخص يسب له شخص داني راح قضية ورفع عليه اليوم واحد يحسب بص شكرا لكم الموافق على التهديل كما تلي من الأخ رئيس اللجنة المقدم من الحمدان العزيز شكرا لكم حضور سبع وخمسين الموافق على التعديل جلات ورشيين التعديل الموافق عليه